نازلنا نتحدث في الجزء أولاً اللي هو مفهوم المحاسبة وأهدافها ووظائفها والعنصر الخامس في هذا الجزء هو الفرق بين المحاسبة وإمساك الدفاتر هل المحاسبة هي نفسها إمساك الدفاتر؟ هنشوف أن المحاسبة لها جانبين جانب عملي والآخر جانب علمي بالنسبة للجانب العلمي scientific side هو عبارة أو يتكلم على أن المحاسبة عبارة عن علم يستند على مجموعة من المبادئ العلمية والفروض المنطقية التي تحكم الوظائف بتاعة هذا العلم اللي كانت زي الاعتراف والقياس الكمي والتسجيل والتبويب والتلخيص والتوصيل كما سبق إضاحه عند الحديث عن وظائف المحاسبة إذن هذه الخطوات أو هذه الوظائف الفرعية لا تتم إلا بدون وجود مبادئ تحكم هذه الخطوات وكيف تتم هذه الخطوات هذه المبادئ هي تمثل الجانب العلمي للمحاسبة ويطلق عليها اسم المحاسبة أو علم المحاسبة وبالتالي هي تهتم بتحليل العمليات والأحداث التي تتم داخل الوحدة الاقتصادية وكذلك كيف يتم الاعتراف بها ثم استكمال الخطوات أو الوظائف المحاسبية وكيفية تصميم النظام المحاسبي وكذلك كيفية الاستفادة من المعلومات التي تخرج من نظام المعلومات المحاسبي لكي تفيد الإدارة باعتبرها أحد مستخدمي المعلومات المحاسبية في وظائفها مثل التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات هذا الجانب يسمى الجانب العلمي أو المحاسبة بينما أن من يقوم بالتنفيذ فهو يمارس الجانب العملي Practical side of accounting يعني إحنا هنا بنتكلم على طريقة أو فن تسجيل وتبويب العمليات المالية ثم بيان أثرها على النتيجة والمركز المالي للوحدة الاقتصادية أو للمنشأة وهذا الجانب نسميه بجانب إمساك الدفاتر Bookkeeping وهو في الحقيقة يهتم بالممارسة ذات نفسها بالنسبة للمبادئ التي تحكم علم المحاسبة هو ده العمل أن نضع عليه العمل الروتيني اللي بيتم بشكل متكرر وبشكل يومي اللي بيقوم بتنفيذ الوظائف التي سبق ذكرها من الاعتراف ثم القياث ثم الإثبات وما شابه ذلك وطبعا هذه بتكون عملية متكررة وعملية روتينية وليس فيها إبداع يذكر يبقى إحنا عندنا جانبين جانب علمي وهو علم المحاسبة يهتم بالمبادئ أما الجانب العملي فهو المهتم بكيفية تنفيذ المبادئ التي وردت في الجانب العلمي طبعا هنا بنقول أن هذا الجانب يمثل عملية روتينية يمكن بها أن يقوم الكمبيوتر في الوقت الحاضر